حياكم الله ويارب تكونون بأحسن حال واحد من أهم الأخبار التي لفتت من اليوم هو أعلان سلسلة أسواق الليدل الألمانية توقفه عن بيع كل منتجات التبق والنيكوتين مطلع عام 2019 يعني هنا نتكلم عن السقائر ومنتجات التبق عديم الدخان مثلا هذا مزيج التبق الذي يتم يتناوله عن طريق المضخ والذي يسمى السنوس باللغة نماركية وكذلك أنواع التبق التي يتم استخدامها عن طريق المص أو الاستنشاق إضافة إلى ذلك فقد أعلنت سلسلة متاجر الليدل أنها ستفتح فرع جديد للسلسلة يوم غد الخميس لا تباع فيه أي منتجات للتبق وأنه اعتبارا من اليوم ستبعد السلسلة 20% من منتجات التبق عن عين الزبائن عن نفسي أرى أنها خطوة إيجابية رغم الملاحظات الكثيرة التي عليها إلا أني أشجع كل خطوة تحد من بيع الدخان للشباب والمراهقين الذين تتزايد نسبتهم بشكل كبير هذه الخطوة ولدت انقسامات بالأراء بين المواطنين الدنماركين فالبعض يرى أنها خطوة إيجابية تحد من بيع منتجات التبق والتي تفقد فيها الدنمارك مايو قارب الأربعة عشر ألف مواطن سنويا نتيجة الأمراض الخبيثة التي تصيبهم لاستخدامهم النيكوتين والتبق يعني نتكلم عن 25% من حالات الوفاء السنوية في الدنمارك تكون بسبب التدخين واستخدام منتجات التبق الثانية البعض الآخر يرى فيها أن مجرد دعاية تقوم بها السلسلة لتكون متصدرة في عنوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي القائمين على السلسلة ذكروا أن الليدل لديه مسؤولية أخلاقية تجاه كل مواطن وأن صحة المواطن هي واحد من الأهداف الأساسية للشركة أما القائمين على الشركات الثانية مثل السيلنغ جروب والتي تضم أسواق البلكة والنيتو والفوتكس فقد ذكروا أنهم لم يسيروا على نفس خطوات الليدل لأنهم يرون أن للمواطن حرية الاختيار بشراء ما يريده وأن عدم بيع الدخان ومشتقاته سينشط البيع في السوق السوداء وستكون توابع منعه أسوأ من بيعه أنا عن رأيي الخاص وأن كنت من مشجعي منع بيع أي شيء مظهر للبشرية فأني أرى خطوة الليدل تجارية أكثر مما هي لصحة المواطن كما ذكر القائمين على السلسلة وأن كانوا صادقين فلماذا الانتظار لعام 2029؟ لماذا لا يتم وقف البيع وبشكل فوري؟ وكذلك ماذا عن المنتجات الغير صحية التي تملأ المتجر من الكحول والتشيبس والسليك والمنتجات التي تحتوي نسبة سكر متفئة فلماذا يتم التركيز على الدخان؟ والسبب من وجهة نظر شخصية فإن الدخان فيه يعني صح أن المبيعات الدخان كثيرة لكن أرباحها جدا قليلة يعني دائقوا فوقات نقيره وباللغة العربية معناته أن الأرباح هذه السقائر مجاوبة همها نذكر أن سلسلة الليدل الألمانية لديها 139 فرعا في الدنمارك وعلى ذكر الليدل فعندي استراحة الآن وسأذهب إلى الأسواق لأشتري بعض من المخبوزات الشهية والطازجة التي تقدمها السلسلة وصور هذه المخبوزات ستجدها على الإنستغرام وستجد رابطه ضمن الوصف كذلك هذه الأخبار ستجد منها المزيد وبشكل شبه يومي على قناتي على اليوتيوب وسأضع رابطها ضمن الوصف أو التعليقات أو ممكن كذلك كل ما عليك أن تكتب عمر المختار الدنمارك على اليوتيوب وستظهر لك القناة بكل محتوائها أسعد وتشرف بالمتابعة نلتقي على الخير حياكم الله